ملوك إفريقيا لقب لا يتضمن فقط المنتخب الوطني لكرة القدم لأنه صاحب التاريخ الأقوى والأعرق في نهائيات كأس الأمم الإفريقية ومن يمتلك الرقم القياسي بسبعة ألقاب بل لقب يشمل جميع المنتخبات المصرية على مختلف الألعاب فالآن تعيش رياضة المصرية أياما رائعة بتألق المنتخب المصري لكرة اليد وبلوغه المباراة النهائية في نهائيات كأس الأمم التي تستضيفها مصر وما هي إلا خطوة وحيدة على تحقيق اللقب عندما يواجه غدا نظيره الجزائري في الصارة المغطى باستاذ القاهرة فيما سيعني تتويق الفراعنة أهل مباشرة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 والأمل يبدو قريب المنال في ظل تألق الكبير لمنتخب اليد وسيطرته على القارة الأفريقية في العقد الأخير تقريبا وهو ما جعله يقلص الفارق مع صاحب الرقم القياسي في التتويج بالبطولة المنتخب التونسي إلى لقب وحيد إذا تمكن منتخب اليد من تحقيق الفوز على الجزائر والاحتفاظ باللقب الأفريقية فراعنة اليد وإن كانت مهمتهم تبدو أسهل من فراعنة القدم إلا أن الأمال والطموحات لازلت معقودة على أبناء المدرب البرتغالي روي فيتوريا الذين تأهلوا إلى ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية كوتفوار 2023 بسيناريو هيتشكوكي لكن لكل حادث حديث ودور الإقصائيات يختلف تماما عن دور المجموعات والمهمة أمام الكونغو الديمقراطية ستكون مختلفة لا شك عن المواجهات السابقة للفراعنة فلطالما بدأ المنتخب الوطني مبارياته في البطولة القرية بأداء غير مقنع فلم يلبث أن تطور أداؤه تباعا في الأدوار المتقدمة كما أن طريق الفراعنة في هذه النسخة من البطولة يبدو أسهل إلى حد ما عن سابقتها التي اصطدم خلالها بكبار القارة كنيجيريا والمغرب وكوتفوار والكاميرون وأخيرا السنغالة تلك الأخيرة التي ربما يجمعهما القدر سويا في نصف نهائي البطولة إذا تمكن المنتخب المصري من الإطاحة بالكونغو ومن ثم إحدى الغنيتين في ربع نهائية في بطولة أوفت بكل وعودها واستحقت بكل قدارة لقب بطولة المفاجآت